هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Redded Redemption توزي اللهب طبعا في هذا المقطع راح نستكمل مسيرة الاشياء الاولاينية اللي ممكن تنزل في لعبة Redded اولاين طبعا نزل جزء اول اذا ما شفت الجزء الاول ارجع في القناة وشوف وبعدها تعال استكمل المسيرة معانا في الجزء الثاني رح نتكلم عن مجموعة من الاشياء المهمة اللي ممكن تشتريها وتاخذها في لعبة Redded Redemption Online اول شي رح نتكلم عنه انه في Redded Online رح تقدر تاخذ ممتلكاتك الخاصة اوضح لك اكثر يعني تقدر تشتري المباني الخاصة بيك يعني ممكن تشتري البيت الخاص بيك البزنس الخاص بيك كشك البيع الخاص بيك يعني تقدر تشتري ممتلكات في لعبة Redded Redemption 2 وموقع روكستار انتل سرب مجموعة من الاشياء او المباني اللي ممكن تشتريها ووصلت تقريبا الى 10 مباني لحد الآن وراح ترك لكم الآن صورة ونبدأ نناقشها ونشوف ايش وضعها طبعا زي ما تشوفوا في الصورة عندكم تقريبا خمسة مباني تسربت بشكل رسمي لحد الآن ولو تلاحظوا اكثر لاح تشوفون انه السعر والله الف دولار فقط طبعا هذا السعر فقط سعر اولي ومبدئي بمجرد ما تنزل RDR online راح يختلف سعر المبنى عن الاخر وانا اتوقع صراحة انه مو بس هذه المباني راح تكون بيوت تنام فيها وتصحف فيها وتغير ملابسك لا بل اتوقع انه في بعض هذه المباني راح يكون بيزنس او اعمالك الخاصة يعني تفكل لك كشك مثلا محل اسلحة ولا محل ملابس اتوقع انه راح يكون زي البيزنس الخاص فيك عرفت؟ فالمغزن اللي بوصل لها انه ما راح تكون كلها مباني تنام فيها بل انه بعضها راح يكون زي البيزنس او العمل الخاص بيك اللي يطلع لك ارباح وطبعا اكيد اكيد انه راح يكون في بيوت في لعبة RDR online بالنسبة للشيء الثاني اللي راح نتكلم عنه في هذا المقطع راح تكون المركبات في لعبة Redded online طبعا انت على طول راح يجي بالك الان انها سيارة تفلى وكذا لا الوضع يا خوي قديم صح 1800 وخشبة فالوضع راح يكون احصنة وعربات بالنسبة للاشخاص اللي لعبوا ردد التختيم اكيد لاحظوا انه بعض الاحيان يمر جنبهم مثلا حصان والحصان يجر عربة فالوضع راح يكون زي كذا حصان والحصان مربوط بعربة طبعا عشان يوضح لكم الموضوع اكثر خلوني اوضح لكم الفرق بين الكارت والواقن الكارت عبارة عن حصان والحصان مربوط بعربة صغيرة والعربة الصغيرة عبارة عن عجلتين وتشيل لك هذه اشياء صغيرة جدا هذا هو الكارت حصان مربوط بعربة صغيرة بكفرين الواقن اكبر منها شوية احيانا تكون حصانين واحيانا يكون حصان واحد والحصانين او الحصان يكونون مربوطين بعربة اكبر شوية عربة بها اربع عجلات وتشيل اشياء اكثر و اشياء اكبر الواقن يعني حصان او حصانين يسحبون عربة كبيرة باربع كفرات والكارت راح يكون حصان واحد يسحب عربة صغيرة بكفرين طيب الان راح نبدأ نفصل تفصيل اكثر في المركبات اللي ممكن نشتريها واللي تسربت من موقع روكستار انتل طبعا راح نبدأ اول شيء بالهورس كارت وهو ابسط شيء ممكن تشتريه من المركبات وراح يكون زي ما قلت لكم عبارة عن حصان وفي ظهره مربوطة عربة صغيرة بكفرين بكفرين ممكن تحط فيها اغراضك او ممكن تخلي خويك يركب فيها هذه ابسط مركبة ممكن تشتريها وطبعا مسمين كل المركبات بخمسمية دولار راح يكون نفس الوضع مع المباني يعني بمجرد ما ينزل هو ردد اولاين راح تختلف كل مركبة عن الاخرى بالنسبة للمركبة اللي بعدها راح تكون اللي هو السمول كوتش تقريبا راح تكون نفس المركبة الاولى اللي هو الهورس كارت لكن هذه المركبة راح تكون بشكل افخم وبشكل افضل يعني كأنك تقدر تقول السمول كوتش عبارة عن نسخة محسنة من الهورس كارت مركبة عن مركبة تختلف بالثالثة راح تكون اللي هو التشاك واغن طبعا التشاك واغن والله وضعها يعني غريب يعني ما نفاهم ايش وضعها لكن على حسب ما بحثته التشاك واغن طلعت هي عبارة عن مركبة تستخدم لحفظ جميع انواع الاطعمة وتخزينها وطبخها ووقت ما تبغى وجبت لكم صورة عشان ممكن تفهمونها اكثر يعني التشاك واغن على حسب ما بحثته انا والله ما ادريش روكستارت بتسوي بتشاك واغن لكن طلعت لي انه عبارة عن مركبة استخدمونها لحفظ الطعام بجميع انواعه وتخزنوا الطعام وايضا فيها بعض الادوات اللي تطبخ الطعام طبعا والله روكستار يعني ممكن تطبق هذا الشيء لانه كلنا نعرف كد ايش الطعام مهم في لعبة RDR 2 فاتوقع انه تشاك واغن فعلا راح تكون مركبة لحفظ الطعام وتخزينه وتجهيزه المركبة الرابعة راح تكون اللي هو السبلاي واغن هذه اتوقع راح يكون نظامها زي نظام الشاحنة عندنا يعني راح تقدر تحط فيها اشياء كثيرة جدا وباحجام مختلفة وباحجام كبيرة على سبيل المثال في السبلاي واغن هذه تقدر تحط مثلا اربع جلود للدب الكبير واربع جلود للغنم واربع جلود للتمساح يعني انك تقدر تحط فيها اشياء كبيرة في السبلاي واغن لكن في المقابل راح تكون يعني مركبة بطيئة وماهي سريعة وممكن تخذي لك في الحرب لكن تقدر تستخدمها في الورك او الشغل بحيث انها تشل لك اشياء كبيرة واغراض كثيرة هذه اتوقع راح يكون نظام السبلاي واغن مهمة جدا للمهمات وغيرها بالنسبة للمركبة الخامسة راح تكون الهوى اليوتيلتي واقن من اسمها واضح انها مركبة مسلحة طبعا راح يكون فيها سلاح او رشاش او مشينغن في العربة اللي يجرها الحصان وذي السيارة اتوقع راح تفيدك جدا في المهمات الحربية وغيرها واما اذا كنت شخص تحب اذية الناس في الونلاين وكذا فاتوقع هذه السيارة راح تكون مناسبة لك بنسبة كبيرة لكن روكستار اتوقع انها راح تخلي سعرها غالية وما راح تقدر تشتريها الا بعد ما تدفع دم قلبك وتدفع مبلغ كبير تلخيصا لليوتيلتي واقن راح يكون مركبة حربية وفي الخلف راح يكون فيها رشاش تقدر تستخدمه وراح اترك لكم الصور عشان توضح لكم اكثر واكثر بالنسبة للمركبة السادسة راح تكون الهوى الور واقن من اسمها واضح 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 انها مركبة حربية بحتة جدا واتوقع انها راح تكون النسخة محسنة ومعدلة من الهوى اليوتيلتي واقن اللي تكلمنا عنها قبل شوية واتوقع انه في العربة اللي جرها الحصان راح يكون فيها مجموعة من الاسلحة ممكن سلاحين كحد اقصى يعني لكن ما توقع فقط راح يكون فيها سلاح واحد بل راح يكون فيها مجموعة من الاسلحة هذه هي الور واقن وايضا قرأت انه في الور واقن راح يكون في زيت درع او انها تكون مركبة مدرعة نوعا ما تحديدا الشخص اللي ماسك الماشينغان او ماسك السلاح راح يكون حوله درع او يكون هو مدرع ممكن لما تطالعون في الصورة او لما تشوف الصورة راح تفهمونها اكثر تلخيصا للور واقن راح تكون واضح انها مركبة حربية جدا ونسخة محسنة من اليوتيلتي واقن وبيها مجموعة من الاسلحة بكذا يكون تقريبا غطينا معظم المركبات اللي ممكن تنزل في لعبة RDR online او طور الالاين لعبة ردد رديمشين 2 طبعا لحد الان سربوا فقط اربعة احصنة ممكن تاخذها او تشتريها في لعبة ردد اولاين والاحصنة هي كالتالي اول حصان اللي هو الهنغيريان هاف بريد والثاني اللي هو الميزوي فوكستراتر والثالث راح يكون اللي هو دتش وورم بلود والرابع راح يكون اللي هو التورك مان عندك اربعة احصنة هذي ممكن تشتريها وممكن تركبها في لعبة RDR online لحد الان فقط اربعة احصنة واسعارها طبعا راح تكون مختلفة طبعا هذه الاحصنة تعتبر من الاحصنة القوية وتعتبر من النخبة وتعتبر يعني من نخبة الاحصنة اللي ممكن تاخذها في لعبة ردد رديمشين كاملة بالنسبة لأفضل واحد فيهم راح يكون اللي هو الهنغيريان هاف بريد ليش هو الافضل لان حصان حرب يعني يش يعني حصان حرب يعني يكرف كرفلين خلاص طاقة راح تكون جدا عالية والستمنة جدا عالية وما يخاف من الرصاص ابدا فلذلك خلينا افضل حصان ممكن تشتريه لحد الان بالنسبة للأشخاص اللي اشتروا الالتيمت ايديشن للعبة ردد رديمشين 2 راح يعطونهم حصان جديد خاص بيهم ومختلف عن الاربع الاحصنة يعني حقنا الالتيمت ايديشن اول ما يخشون اونلاين راح يكون معاهم حصان نادر جدا جدا في اللعبة وراح يكون تقريبا مقارب لقوات الهنغيريان الاسطوري طيب ابكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام